بعد يومين من موجة الهجمات الصاروخية الروسية عودت القوات الروسية قصفها على مناطق مختلفة في أوكرانيا تقول السلطات الأوكرانية إن الضربات استهدفت قطاع إنتاج الغاز ولأول مرة منذ أسابيع تعرضت مدينة أوديسا جنوبي البلاد لقصف روسي استهدف بنية تحتية الأمر ذاته بالنسبة لمدينة دنيبرو وسط البلاد حيث أفادت وسائل إعلام أوكرانية بدوي انفجارات في المدينة وتعرضت مدن أوكرانية عدة في الأيام الأخيرة لقصف روسي تقول وزارة الدفاع الروسية إنه يستهدف مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة الأوكرانية وهو استهداف زادت وطيرته مع اقتراب فصل الشتاء ويرى خبراء أن روسيا تهدف من وراء ذلك إلى زيادة الضغوطات على كيف لكن الأخيرة تقول إن دفاعاتها الجوية باتت تعترض أغلب السواريخ الروسية خاصة منذ استلامها منظومات دفاع جوي متطورة من دول غربية ومع تجدد القصف حثت السلطات السكان في مناطق عدة على البقاء في الملاجئ هذه التطورات تأتي متزامنة مع تشكيك الولايات المتحدة في قدرة أي من الطرفين في تحقيق نصر عسكري بسرعة وقال الرئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إن دفع القوات الروسية للخروج من أوكرانيا مهمة صعبة للغاية ما لم ينهار الجيش الروسي بالشكل كامل حسب تعبيره وهو أمر غير مرجح حسب المسؤول العسكري الأمريكي الذي تحدث أيضا عن إمكانية حل سياسي للنزاع وحسب ميلي فإن روسيا باتت تسيطر اليوم على 20% من الأراضي الأوكرانية تضم أغلب مساحة إقليم دونباس الذي يضم مقاطعتين لوغانسك ودونيسك وكذلك الشريط الساحلي على بحر أزوف وصولا إلى أغلب المناطق في مقاطعتين خرسون وزبروجيا جنوبي البلاد